تعودت سارة منذ الصغر أن تساعد كل محتاج وتقضي له طلباته وفي صباها وعندما مرضت والدتها لم تتركها ساعة فكانت تعد لها الطعام وتقوم بإعطائها العلاج في مواعيده وتسهر على راحتها وظلت خدومة هكذا حتى تخرجت من التمريض ويوم تخرجها طلب منها والدها تخصيص بعض الوقت لعلاج الفقراء فابتسمت وأخبرتهما أن هذا حلمها وعندما عملت بالمستشفى كانت تمر على كل المرضى لتقدم خدماتها لكل من يحتاج إليها وعند عودتها لبيتها تسأل إن كان أحد بالحي يريد أي علاج وكانت تأخذ حقيبة بها معدات كاملة ومستلزمات طبية اشترتها بمالها الخاص لتخفف آلام كل مريض فقير أو أي أحد يتصل بها لتغيير جرح أو إعطاء إبرة حقا أو تجهيز عملية جراحية كل ذلك على نفقتها ودائما تقول لمن ينصحها بتوفير مبلغ لجهازها وزواجها وعدم تضيع وقتها دون مقابل الوقت الذي أخصصه لوجه الله يكون فيه كل الكرم من الله ولا تنسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وفي أحد الأيام وهي بالمستشفى تنتظر الطبيب الشاب يسري للدخول معه غرفة العمليات جاءت شقيقته وقالت لها بلغي أخي أني تركت بيت والدتي لعودة زوجي من سفره وهي الآن بمفردها وتشكو بعض الآلام وعليه زيارتها لأنه لم يزرها منذ فترة وعندما جاء الطبيب أبلغته سارة برسالة أخته وعندما وجدته لم يهتم أخذت العنوان وذهبت للأم بعد نهاية العمل وهناك قامت بمساعدتها بعد أن أخبرتها أن ابنها هو من أرسلها لأنه مشغول للظروف عمله وظلت طوال أسبوع تقوم بخدمتها بعد عودتها من المستشفى وفي يوم اتصلت الأم بابنها تشكره على اهتمامه وتخبره أن سارة التي أرسلها لها تعاملها كأحسن ما يكون وقد أحبتها كثيرا ففوجئ الدكتور يسري بكلام أمه وعرف مدى تقصيره في حقها ثم ذهب إلى سارة ليشكرها على كل ما قدمته لأمه فقالت له ما قمت به لا يمنع أبدا زيارتك لها فهي تشتاق إليك كثيرا بدأ الدكتور يسري يقارن بين ابنة مدير المستشفى التي تعامله بكل غرور وكبرياء كلما تقرب منها وبين سارة طيبة القلب التي لا يراها إلا وهي تخدم المرضى أو تصلي فرضها أو تقرأ في مصحفها ويحبها كل من في المستشفى لأخلاقها العالية وبعد المقارنة شعر بقلبه يميل إلى سارة كثيرا وعند زيارته لأمه فوجئ بها تعرض عليه سارة لتكون زوجة له فذهب إلى أهلها وطلبها للزواج وعندما فوجئت سارة بطلبه قال لها أقسم لك أنني الرابح فمن بأخلاقك وطيبة قلبك كنز لا يناله إلا من رضي الله عليه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما في يوم جمعة خرج شاب في رحلة لهو ولعب على الشاطئ مع مجموعة من أصدقائه وصديقاته من ذوي القلوب المظلمة الغافلة وبرغم سماعهم للمؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح إلا أنهم جميعا رغم سماعهم للأذان طوال حياتهم لم يفقه يوما معنى كلمة الفلاح وكأنها كانت تقال بلغة لا يفهمونها مع أنهم عرب ولغتهم عربية ولكنها الغفلة كان هذا الشاب أثناء أذان الجمعة يجهز مع رفاقه عدة الغوص وأنابيب الهواء استعدادا لرحلة جميلة تحت الماء وكان يرتب في عقله برنامج باقي اليوم الذي لا يخلو لحظة من المعاصي والذنوب والعياذ بالله وأثناء وجودهم في بطن البحر وبدت الرحلة جميلة إلا أن شيئا حدث لم يكن في توقع هذا الشاب فقد تمزقت القطعة المطاطية التي يطبق عليها الغواص بأسنانه وشفتيه لتحول دون دخول الماء إلى الفم ولتمده بالهواء من الأنبوب وتمزقت أثناء دخول الهواء إلى رئته وفجأة أغلقت قطرات الماء المالح المجرى التنفسي وبدأ يموت بدأت رئته تستغيث وتنتفض تريد هواء الهواء الذي طالما دخل جوفه وخرج دون أن يفهم أنه أحد أجمل نعم الله عليه وبدأ الشاب يدرك خطورة الموقف الذي لا يحسد عليه بدأ يشهق ويتلع الماء المالح وبدأ شريط حياته يمر أمام عينيه ومع أول شهقة عرف كم هو الإنسان ضعيف حيث أصبح عاجزا عن مواجهة قطرات مالحة صلطها الله عليه ليريه أنه هو الجبار المتكبر وأنه لملجأ منه إلا إليه ولم يحاول هذا الشاب كي يخرج من الماء لأنه كان على عمق كبير ومع ثاني شهقة تذكر صلاة الجمعة التي ضيعها تذكر حي على الفلاح التي فهم معناها فقط في هذه اللحظات ولكن للأسف بعد فوات الأوان فندم على كل سجدة ضيعها وتحسر على كل لحظة قضاها في معصية الله ومع ثالث شهقة تذكر أمه وأبكاه الحزن الذي يمزق قلبها وهو يتخيلها تبكي موت وحيدها وحبيبها الذي كثيرا ما نصحته بالتوبة إلى الله وترك المعاصي والشهوات ولكنه كان لا يهتم بنصائحها ومع رابع شهقة تذكر ذنوبه وزلاته وما أكثرها تذكر تكبره وغروره على الخالق وعلى الخلق فبدأ يحاول النجاة والفوز بآخر ثانية بقيت له فلقد سمع فيما سبق أنه من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة بدأ يحاول نطق الشهادتين فما إن قال أشهد حتى غص حلقه وكأن يدا خفية كانت تطبق على حلقه لتمنعه من نطقها فعاد وحاول جاهدا وبدأ قلبه يصرخ رب ارجعون حتى بدأ يفقد الشعور بكل شيء وأحاطت به ظلمة غريبة وفقد الوعي وهو يعرف خاتمته ويهل الأسف على خاتمة كهذه والعياذ بالله ولأن رحمة الله وسعت كل شيء فجأة بدأ الهواء يتسرب إلى صدره مرة أخرى وفتح عينيه ليجد مدرب الغوص يمسك به مثبتا خرطوم الهواء في فمه محاولا إن عاشه وهما ما زال في بطن البحر ثم رأى ابتسامة على وجه المدرب ففاهم منه أنه بخير فنطق قلبه ولسانه وكل خلية في جسده وقبلهم روحه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله الحمد لله وفجأة بدأ قلبه يحدثه قائلا لقد رحمك ربك بدعاء أمك لك فاتعظ خرج من الماء شخصا آخر كل ما يرجوه من الواحد القهار أن يختم له بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبعد فترة عاد وحده بعد تلك الحادثة إلى نفس المكان في بطن البحر وسجد لله تعالى سجدة شكر وخضوع وولاء وامتنان في مكان لا أظن أن إنسيا قبله قد سجد فيه لله تعالى عسى أن يشهد عليه هذا المكان يوم القيامة فيرحمه الله بسجدته في بطن البحر ويدخله جنته يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم شاب تقي يعشق عمل الخير مع أهله وجرانه وكل من يعيش معه داخل حي شعبي ينصح العاصين ولا يتأخر عن أحد إذا ما طلب مساعدته عرف من شقيقه الأصغر أن أكثر من شاب يتعاطى المخدرات وقد أثر ذلك على صحتهم ويعرضهم للمساءلة القانونية فذهب إلى بعضهم وتحدث معهم بكل هدوء عن مدى تأثير هذه السموم على صحتهم وأنهم بتعاطيهم يغضبون الله ويبتعدون عن طريقه المستقيم الذي يوصلهم إلى الجنة ومع الأيام وكثرة لقاء هذا الشاب بهؤلاء المتعاطين استطاع أن يؤثر عليهم حتى أقلعوا عن التعاطي وأقنعوا الكثير من أصدقائهم حتى تاب الكثير منهم واستطاع هذا الشاب أن يقنعهم بالالتزام بصلاة الجماعة داخل المسجد علم تاجر المخدرات بما قام به الشاب فأراد أن يلقنه درسا صغيرا حتى يبتعد عن زبائنه وعن طريقه وبعد مراقبته لمدة يومين علم أنه يحمل دائما حقيبة يد صغيرة يضع فيها مصحفه وبعض النقود والأوراق وزجاجة عطر ويترك هذه الحقيبة بجانبه أثناء الصلاة فدخل هذا التاجر المسجد عند أذان الظهر وأثناء صلاة الشاب للسنة استطاع أن يفتح الحقيبة ويضع بها قطعة صغيرة من المخدرات وكان قد طلب من صديق له أن يبلغ رجال الشرطة ليأتوا أمام المسجد بعد الصلاة وعند خروج الشاب بعد الصلاة فوجئ برجال الشرطة يفتشون حقيبته ويخرج منها قطعة المخدرات وسط ذهول الشاب الذي نظر إلى تاجر المخدرات وقال له حسبي الله ونعم الوكيل فيك أيها الظالم تم حفس الشاب ظلما ومع ذلك لم يقتنع أحد بأن هذا الشاب يتعاطى أو يتاجر في المخدرات كما أشاع التاجر ليشوه سمعته بل وقف الجميع بجانبه وبعد أيام قليلة ولأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فقد تعرض التاجر لحادث سيارة فقد بسببه يده اليمنى وأصبح مقعدا على كرسي كما ساءت أحواله وتعرض لأخطار كثيرة هو وأبنائه وعندما سودت الدنيا في وجهه ذهب إلى أسرة الشاب واعترف أمامها وأمام أهل الحي بأن الشاب بريء وأنه هو من وضع المخدرات في حقيبته وطلب منهم أن يسامحوه ويطلب من الشاب أن يسامحه بعد هذا الاعتراف خرج الشاب من محبسه بعد إعلان براءته ودخل التاجر مكانه ليأخذ عقابه عن ظلمه للشاب وكل من دمره بالسموم التي وزعها وشكر الشاب ربه وقال لكل من جاء يهنئه أذكركم بحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وقال أيضا اتقوا دعوة المنظوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام